موسيقى ونتحول إلى آخر تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شواجو إجراء تغييرات واسعة نطاق في الجيش الروسي وذلك في الفترة من 2023 وحتى عام 2026 وأضاف شواجو في تصريح عقب اجتماعا للإدارة العسكرية أن عدد الجيش سيرتفع إلى مليون ونصف فرد أوكرانيا وروسيا الأزمة الأبرز في العالم منذ ما يقرب من عام وبمرور الأيام والشهور يزاد الوضع تعقيدا مع تطورات لا تهدأ واتهامات متبادلة ومحاولات لتحقيق مكاسب على الأرض القضية الأبرز في الأسابيع الأخيرة كانت مدينة سوليدار الأوكرانية التي أعلنت سلطات دوناتسك سيطرة الدب الروسي عليها بعد أسابيع من المواجهات الشرسة مع أوكرانيا فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في سوليدار لافتة إلى أن موسكو قصفت أكثر من خمس عشرة منطقة سكنية وذلك بالقرب من مدينة بخموت في منطقة دوناتسك بشرق البلاد أوكرانيا من جانبها جددت تعوتها للغرب لتسريع إمدادها بالأسلحة في محاولة لمواجهة الهجمات الروسية المتتالية وذلك في أعقاب مقتل أربعين شخصا في هجوم صاروخي روسي أصاب أحد المباني السكنية في مدينة دينيبرو مع تعرض القوات الأوكرانية لضغوط متزايدة على الجبهة الشرقية ما حدث في دينيبرو؟ الحقيقة روسيا تستعد لمحاولة جديدة لأخذ زمام المبادرة في الحرب إن طبيعة الأعمال العدائية في الجبهة تتطلب اتخاذ قرارات جديدة في تعزيز جهة الدفاع كل هذا يؤكد فقط مدى أهمية تنصيق جهودنا جهود جميع أعضاء التحالف للدفاع عن أوكرانيا والحرية وضرورة تسريع عملية اتخاذ القرار على صعيد آخر قام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بزيارة تفقدية لمجموعة قوات روسية أثناء عملها في منطقة العملية الخاصة بأوكرانيا حيث استمع لتقرير حول الأوضاع الراهنة وسير المهمات القتالية في الاتجاهات الرئيسية وفي خطوة أثارت مخاوف كبيرة في الغرب بدأت روسيا تدريبات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا تستمر حتى الأول من فبراير المقبل وما يزيد المخاوف الأوروبية من تلك التدريبات الشاملة المشتركة بين البلدين أن جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة للقوات الجوية البيلاروسية وقوات الدفاع الجوي ستشارك في هذه المناورات هي إذن تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة تواجه ليس فقط طرفين نزاع بل والمجتمع الدولي في محاولة لإنهاء الأزمة التي ألقت بظلالها على العالم تصل طائرات مراقبة تبعا لحلف شمال الأسلنطي النيتو إلى رومانيا لتعزيز الجناح الشرقي للحلف العسكري والمساعدة في مراقبة النشاط العسكري الروسي أعلن الحلف الأسبوع الماضي أنه سينشر طائرات المراقبة المزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا في بوخارس حيث ستبدأ رحلات استطلاع بشكل حصري فوق أراضي الدول الأعضاء بالحلف ويمكن للمراقبة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا تحديد الطائرات على بعد مئات الكيلومترات ما يجعل الطائرات إحدى القدرات الرئيسية في قوة ردع حلف النيتو ووضعه الدفاعي أعلنت المفاوضية الأوروبية تسليم أوكرانيا الدفعة الأولى من حزمة المساعدات المالية والتي بلغت ثلاثة مليارات يورو وذكرت المفاوضية أنه بمجيبي الدعم المالي المستقر والمنتظم والمتوقع والذي يصل إلى 18 مليار يورو لعام 2023 بمجيبي هذه الأداة ستكون أوكرانيا قادرة على الاستمرار في دفع الأجور والمعاشات التقعودية والحفاظ على تشغيل الخدمة العامة الأساسية مثل المستشفات والمدارس والإسكان كما سيسمح لأوكرانيا بضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة البنية التحتية الحيوية التي دمرتها روسيا مثل البنية التحتية للطاقة وأنظمة المياه وشبكات النقل والطرق والقسور قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال إن بلاده ستعمل مع الحلفاء والشركاء على تمكين الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم في مواجهة روسيا قال سوناك عبر حسابه رسمي على موقع تويتر إن العمل يجري لتسريع وتيرة دعم أوكرانيا وذلك بأهم حزمة قوة قتالية بريطانية حتى الآن وكان مكتب سوناك قد أعلن في وقت سابق أن المملكة المتحدة سترسل قريبا نحو 14 دبابة قتالية و30 من المدافع ذاتية الدفع لأوكرانيا أعلنت الحكومة البريطانية إرسال إغاثات طبية إضافية إلى أوكرانيا وأوضحت الحكومة أن المساعدات ستشمل إمدادات طبية وخياما ستستخدم كمراكز علاج مؤقتة بعد تضرر المرافق الصحية الأوكرانية لفعل الهجمات الروسية من جنبه قال وزير الخارجي البريطاني جامس كليبردي قال إن ذلك التبرع سيساعد على ضمن استمرار العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية وتبرعت المملكة المتحدة سابقا بمعدات وإمدادات طبية بالإضافة إلى تمويل بقيمة 300 ألف جنيه سبينية لإنشاء عيادات متنقلة والمساعدة في تدريب الأطباء والممرضات والمساعدين الأوكرانيين على كيفية التعامل مع الإصابات الجماعية قال الرئيس البولندي أندري دودا قال أنه يأمل في أن يقدم بعض حلفاء أوكرانيا ومن بينهم ألمانيا دبابات لكييفا أعرب رئيس البولندي خلال إحدى جلسات منتدى دافوس حول الدفاع في أوروبا عن أمله في تنظيم دعم أكبر لأوكرانيا من جهتي قال رئيس لوتوانيا إنه يؤمن وبالشدة أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بالسلاح اللازم لمواجهة القوات الروسية يبحث رئيس الأمريكي جو بايدن اليوم مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا فرض مزيد من القيود على الصين وأفاد البيت الأبيض بأنه من المقرر أن تتضمن محادثات الزعيمين أيضا الجهود الدولية لمواجهة العمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا وقمة الديمقراطية الثانية المقررة في مارس المقبل أعلن المسشر الألماني أولاف تشولز تعيين السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي باريس بيستورايس وزيرا للدفاع معتبرا أنه الشخص المناسب للمنصب في فترة حساسة وقال شولز إن بيستورايس سياسي له خبرة واسعة وقد شارك في السياسات الأمنية لعدة سنوات كانت استقالة وزيرة الدفاع السابقة قد أثارت جدلا كبيرا على خلفية الأزمة الأوكرانية وكذلك لمعالجة قضية شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة